السلام عليكم بسم الله الله مصلي علي سيدنا محمد على اهل وصحبه وسلم اللي عاوز يشتري حاجة للمية يعني انينة مية عشان يحطها في السيارة يخدها الولاد للمدارس عمره عمركم ما تشترو اللي هي من قوة متل مهما كات البراند على فكرة ما يغركوش اللي هي متل من قوة اوكي استلس وده بست نوع ولا الكلام ده كله حتى البراند الحلوة معظمهم بيكون فيهم لاد اللي هو رصاص اوكي وممكن معادن تانية ثقيلة بتطلع لما تكون في العربية بقى في السيارة وجوه حر كل ده بيخرج في الماء اللي احنا بنشربها يعني اتليست المية نخليها دبست احسن حاجة تكون عندنا لو حشتري عشان الولاد هجيب اللي هي معمولة من الزجاج اوكي ولما هجيب الجلاس دي فيه انواع كتير اوي فيه بقى عندها السيليكون جريب كده بتتمسك بيها من السيليكون فيه معمول فيها وماش كده من اللينين بتلبسه كله كده عشان خطر تحافظ عليها بالسخونة وتفر يوهاب اي حاجة بتكون من الازاز احسن كتير اوي لو اجيبها من المعدن مهما كانت البراند اوكي اللي في المعدن لو انا شربت المية وفيها نسبة من لادو طول اليوم بشرة فيها وبكرة وبعدو بكرة وكل شوية بتعمل مشاكل كتير اوي ممكن تعمل برين فاجة لاي نفسي بنسا وبتوه وتعبان على طول بنام كتير ومش بحس ان انا نمتقنا فيه اعراض كتيرة اوي فيه ناس ريلي اتقزت كتير اوي منها اللي شربت منها طبعا على مدة طويلة اوي فانا من الاصل ما اجيبهاش انا اللي خلاني اعمل فيديو لقيت بنتي شارية واحدة معاني انا قلت لها ما اجيبش الستاليس اشتريت واحدة لونها بينكوت وحفا وشكلها جميل اوي قلت لها باتستيل استاليس هاتي الازازة الغلبانة دي اوكي مهما كان شكلها عادي بس هاتي شربي حاجة انت متطمنا المية حلوة اوكي ولا ناخد معانا اقول لها بقى المدارس يعني والجامعات يلا ان شاء الله اشوفكم فيديو تاني السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة